إذن ناخد زي ما بيقوله السلبيات أو النجاة بتاع الفترة اللي فات نادي الأهلي بطولة ليها دوافع خاصة جداً لها دوافع جديدة جداً وإن شاء الله بإذن الله نادي الأهلي يعني هي المباراة بإذن الله مباراة يوم الجمعة بإذن الله يكون مفتاح الوصول للمباراة النهائية نادي الأهلي بيسعى أكيد للوصول للمباراة النهائية وكلنا بنحلم يعني في هذه البطولة كمان زي ما قابلنا قبل كده ريال مدريد يكون لنا لقاء كمان مع يعني من أعظم فرق العالم دلوقتي المان سيتي هيكون كمان لقاء ممتع الحقيقة أنا على المستوى الشخصي بحلم أشوف النادي الأهلي أمام مان سيتي زي ما كنا متابعين أو كنا بنحلم النادي الأهلي يلعب فيه مبرارة رسمية أمام ريال مدريد وبالتالي خلينا نحط على جنب كل السلبيات في الفترة اللي فاتت ويكون التركيز على هذه البطولة لأنها فعلا بطولة مهمة جدا جدا للنادي الأهلي إن شاء الله نظهر بمستوى جيد إن شاء الله بإذن الله نحق هدفنا وهدف الجماهير كل جماهير النادي الأهلي يمكن عندها التشكك إلى حد ما فيه نحن نحرز على المدليا في هذه البطولة لكن دايما معاودنا النادي الأهلي ولعبتنا وجهزنا الفني وجماهيرنا كمان إن شاء الله تكون متواجدة في هذه البطولة بكسافة معاودنا النادي الأهلي يمكن في الظروف الصعبة شوية لكن بيبني المعدن قصيل شخصية البطل لازم تكون بين لازم النادي الأهلي يبدأ هذه البطولة بشخصية البطل يعني حتى لو قابلنا نادي الاتحاد السعودي مع كل الاحترام لنادي الاتحاد السعودي بكل النجوم الموجودة فيه لكن الحقيقة النادي الأهلي لما يكون في حالته الطبيعية ومركز تركيز كبير جدا بيكون ليه فرص كبيرة جدا جدا للفوز ده اللي مستنيينه طلع كل اللي عندك اثبت إن انت بطل العب بشخصية البطل وخلي كل السلبيات يعني الفترة اللي فاتت الحقيقة خليها على جنب ونبدأ نفكر بإيجابية في الفترة اللي جاية يعني زي ما بقول لحضراتكم النادي الأهلي في مشوار كاس العلم للأندية مشوار طويل جدا جدا خبرات كبيرة جدا جدا إن شاء الله لازم لازم تظهر إن شاء الله يوم الجمعة وأنا بتكلم على شخصية البطل اللي بتتمثل معظم لعبة النادي الأهلي أو كل لعبة النادي الأهلي الحية على المستوى الدولي كلهم لعبة دولية عندهم عندهم القدرة على التحديات سواء أمام أوكلاند سيتي أو أمام نادي الاتحاد السعودي كلنا عندنا أمال وكلنا عندنا طموحات والحقيقة بعد طبعا المشوار الأفريقي وبعد نهاية شباب مباراة نادي شباب بولزداد الجزائري أفلنا الصفحة تماما وبدأنا التركيز على كاس العالم الأندية كل أرخات كل اللعبة تحصبا كمان لأي ظروف للإصابة لقدر الله الفترة اللي جاية الكل مستعد الكل جاهز وباين قدام حضراتك وطبعا كواليس صفر فرقتنا النهاردة اللي هم سفروا بعد انتهاء يعني توجهوا من استاد ملعب الجزيرة في ملعب التش في الجزيرة إلى المطار للصفر للسعودية ترجمة نانسي قنقر